تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحات مشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري وذلك في إطار التجهيزات الخاصة لافتتاح المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات والرؤى المقدمة من جانب كل يتي الهندسة بجمعتين عن شمس والقاهرة من أجل تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري كما تم استعراض مقترحات الهوية البصرية الدعائية لمدينتي القاهرة وجيزة وتصميمات المختلفة الفائزة خلال المصابقة الطلابية بهذا الشأن واشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفوري في أعمال تنفيذ مشروع تطوير خلال الأيام القليلة القادمة على أن تتولى كليتا الهندسة في جامعتي القاهرة وعين شمس الإشراف الكامل على مختلف أعمال التنفيذ